بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن اليوم مع سورة قريش وفي هذه السورة رسالة عظيمة تقول لنا ينبغي أن تكون النعم المتكررة المعتادة سبيلا إلى حب الله والذل له بالعبادة في حياتنا نعم طارئة تحدث أحيانا تأتينا كل فترة وهذه تستحق الشكر وقد يتنبه لها الإنسان ولكن هناك نعم متكررة اعتدنا عليها وكذلك كان حال قريش لإيلاف قريش أي لاعتياد قريش اعتادوا ماذا؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف كانت لهم نعمة متكررة في رحلة الشتاء والصيف فاعتادوا عليها والإعتياد يقلل التنبه للواجب من العباد تجاه تلك النعمة والواجب هو ما ذكره الله فليعبدوا رب هذا البيت والعبادة كمال الحب مع كمال الذل ولذلك قلت لابد أن تكون النعم المتكررة المعتادة سبيلا إلى كمال الحب وكمال الذل لله بالعبادة فالعبادة كمال الحب لأنه أنعم وكمال الذل لأنه هو الذي يعطي ويمنع ويمد ويقطع سبحانه وتعالى فلنجعل وعندنا من النعم المعتادة في حياتنا الشيء الكثير في كل يوم أستيقظ أفتح عيني اعتدت على هذا فنسيت شكرا النعمة في كل يوم أخرج من بيتي غير خائف من اللصوص ونحوهم اعتدت على هذا وهي نعمة تستحق العبادة وهكذا فقل في كل نعمة اعتدت عليها إياك أن يجعلك إلفها تنسى أن واجبك تجاهها هو كمال الحب وكمال الذل بعبادة الله سبحانه وتعالى وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة